مرحلة جديدة يتخلص فيها السودان من وصمة الإرهاب التي لازمته منذ ثلاثة عقود إرث من الفوضى والديون والنزاعات تسعى الخرطوم لتخطيها الآن وسط توقعات مستقبلية متفائلة قطاعات سودانية عدة في مرمى أمل التغيير والتطوير على رأسها الاقتصاد والأمن والبنى التحتية فوفق مراقبين يعد القطاع المصرفي هو الأكثر استفادة من مسألة خروج السودان من قائمة الإرهاب انتعاشة تتوقعها المؤسسات الدولية للاقتصاد السوداني الذي أهلكته الديون والتضخم والبطالة وتآكل بفعل تفشي معدلات الفقر صندوق النقد الدولي قال إن رفع العقوبات عن السودان سيزيل إحدى العقابات التي تحول دون تخفيف أعباء ديونه كما سيفتح المجال أمام الخرطوم للعودة إلى السوق الدولية والعودة للسوق الدولية تعني زيادة أكبر في ثقة المستثمرين واجتذاب رؤوس الأموال وتحويلات المغتربين وكذلك تحسين تدفقات الصادرات والولدات معها كما سيتيح الفرصة لإعادة تأهيل البنى التحتية عبر تعزيز الشراكات مع القطاع العام والخاص وسد الفجوات التمويلية ما يحقق انسيابا في حركة النقل والسفر ويعزز إجراءات الربط الحديدي المنتظرة بين السودان وجيرانه أمنيا وعسكريا سيسمح للسودان بالالتحاق بالأجيال الجديدة لتكنولوجية الأمن والتسليح ما يعزز قدراتها في خطط تطوير القوات المسلحة وأجهزة الأمن الداخلية وعلى صعيد التطور التكنولوجي سيتمكن السودان من استعادة فرصه الضائعة خلال مراحل الرقمنة التي شهدتها دول العالم ما سيسمح للخرطوم بتفعيل التكنولوجيا ومواكبة الأجيال الحديثة المستخدمة في الصناعات والخدمات وغيرها من المجالات ترجمة نانسي قنقر